هنتكلم في الفيديو ده عن الأربطة الموجودة في مفصل الكتف Legamentis of the Shoulder Joint وهنتكلم عن 8 أربطة بالتمام والكمال ومن اسم كل روباط منهم هنعرف هو بيوصل بين أنه عضمتين بالزبط لأن الأربطة بتتسمى بناء على اسم العظام اللي بتوصل ما بينهم أول 3 أربطة اسمهم جلينوهيومرال ليجامينتس وهم السوبيريور والميدل والإنفيريور جلينوهيومرال ليجامينتس والثلاثة بيمتدوا بين السوبراجلينويت توبركل أوفزا سكابولا وبيوصلوا للليزر توبركل أوفزا هيومرس الرباط الرابع هو الكوراكو هيومرال ليجامينت وده بيمر من الجانب الخارجي للكوروكايد بروسيس أوفزا سكابولا لحد ما يوصل للجريتر توبركل أوفزا هيومرس والرباط الخامس وهو الكوراكو أكروميال ليجامينت طبعا من اسمه عرفت أنه بيوصل بين الكوروكايد بروسيس والأكروميين بروسيس أوفزا سكابولا بس اللي لازم تعرفه تاني ان الكوراكو أكروميا الليجامينت من اهم اربطة الكتف علشان موجود في الجزء الامامي من حزام الكتف فبالتالي بيكون جسر قوي اسمه كوراكو أكروميا الأرش دوره انه يحمي الهيومر الهيد والروتيتر كاف تندونز من اي استضام مباشر عليهم وكمان بيمنع اي ازاحة الاعلى للهيومر الهيد الروباط اللي بعد كده هم روباطين مع بعض هنعتبرهم روباط واحد واسمهم كوراكو كلافيكولر ليجامينتس ودول بيحفظوا على وضع الكلافيكل مع الكوراكويت بروسيس عن طريق امتداد المسافة بينهم الروباط السابع وهو الأكروميو كلافيكولر ليجامينت وده من الاربطة المهمة في مفصل الكتف لانه بيحمي المفصل من الجانب العلوي والروباط الثامن والاخير هو الترانسفيرس هيومر الليجامينت وده عبارة عن شريط عريض من الكنكتف تيشو بيمر من الليزر توبيركل للجريتر توبيركل افزا هيومرس علشان يكون جسر قوي فوق الانتر توبيركلر جروف افزا هيومرس وده كله طبعا علشان يحمي اللونج هيد افزا بايسيبس تندون وبكده نبقى خلصنا الاربطة اللي موجودة في مفصل الكتف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة